علي تقدم علي وإلى دور العراقي الممتاز حيث خطف فريق أربيل نقطة ثمينة من مضيفه فريق الكرخ بتعادله معه بهدفين لكل الفريقين في مستهل مشوارهما في الدوري الكرخ تقدم أولا عن طريق علي سعد بركلة جزاء في الدقيقة الثلاثين قبل أن يعدل النتيجة لأربيل فرحان شكور من خطأ دفاعي للاعبي الكرخ وفي شوط الثاني عاد علي سعد ليضع فريقه بالمقدمة بتسجيله الهدف الثاني لكن المحترف السوري ثامر الحاج تمكن من تعديل النتيجة لأربيل بتسجيله هدفا من مسافة بعيدة سوري وهدف رائع لفريق نادي أربيل